السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة اشتراك 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 في القناة في هذه المناسبة اشتراك في القناة 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 باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا سيدنا نوح في ذلك الزمن قال قومه لما اشتكوا له قال لعدنا الزقلين والمطار ما كانش وعدنا الجفاف وعدنا الطاعون وعدنا الفقر وعدنا ابنة مدزوجوش وعدنا الحجراول والظلم فاش قالوا سيدنا نوح ما قلش لهم غللوا واحد تدابير كبيرة معقدة ومجالس تفكر ومستشارين وميزانية ضخمة وقال لهم ببساطة غللوا واحد العمل بسيط كل شيء يتحقق بامر الله غا يصبح وغا يفتح ويكتب لكم سبحانه قدر جديد فما دقلهم قال فقلت استغفرو ربكم استغفروه انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدررة ايجيكم المطار في ابانيه وهذه كل موسم الفلاحي كل ناضج وهذه الامطار غتغسل الاجواء من الامراض والاسقام والعلل يرسل السماء عليكم مدررة ويمددكم باموال وبنين المدد المدد ان الله تعالى يأتيك بالارزاق من حيث لا تدري ركل غللي جالس الرزق يدخل عليه وكل عمده صباح نايع ورزق ضايع فالمدد انما يأتي بالرزق لدى قسيب النبي صلى الله عليه وسلم ورزقه من حيث لا يحتسب فقلت استغفرو ربكم انه كان غفارا يرسل عليكم السماء المدررة ويمددكم باموال وبنين والاولاد طيبين الصالحين المرضيين بنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار الحياة الطيبة الحياة مستقرة والانطار والانهار والخيرات والبركات هذا كله ماشي بدراسات ولا باستراتيجية ولا بمشاورات ومؤتمرات ولا بانتخابات ناسها ديمقراطية ولا بمجاليس ولا بميزانية ضخمة ولا باعلام والآآ بالاستغفار الاستغفار فقط استغفر مولانا وتقى العجائب العجائب العجاب ربي عز وجل يهيئ الاسباب بالاستغفار لهذا كان نقول لك سبيل حسن إذا قدت تقنع الوليد ديالك قول ليه أسود واحد تسقيه رجاليا قولي الحل ديالك هو في الاستغفار استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه نقول في الصباح ثلاثة وفي الليل ثلاثة ولقدت نقولها مئة مرة كان أفضل وخير الاستغفار ما يسمى بسيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعود بك من شر ما صمعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت هذا الدعاء العظيم للإستغفار كنت سمى السيد الاستغفار سمى النبي الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ما سيد الاستغفار ليقدر يقوله مرة أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو مئة أو خمسمية أو ألف هذا صار من أهل الله والله وبالله وتالله إلى عمر شباب التغلق في وجهك الأبوب كلها مفتحة والشي جربناه يا ما جربناه وعشنا مع أناس ودوزنا حالات واختبارات في وابتلاءات في الوجود وكتقول وقلات شعمر مع الأديل خلالنا وسبح الله العظيم لما تستغفر المولى عز وجل يا سلام يا سلام لا إله إلا الله كي يصبح وكي يفتح ربك يفتح لأبواب مغلقة تصور أن العدو ديالك يصير حميم ولي حميم تصور أن الفقر يتحول إلى غنى وترى تصور أن المرض يتحول إلى صحة وعافية تصور أن الجهد ديالك يتحول إلى معرفة وفتح رباني تصور بأن الحياة القاتمة تتحول إلى سعادة وبهجة واتقول لي كيفاش وشتش عنده دراسات في علم النفس في السيسيولوجيا في الفكر في الفلسفة في التقطة السياسي والقانوني والاقتصادي والتدبير دي التنمية المعاصرة لا دا كله كلام ومصطلحة ضخمة هاتشي كله ببساطة استغفر المولى ترى عجبة فأسأل الله الكريم رب العرص العظيم أخي حسن اللهم تعالى يشافي الابن ديالك ويرطبيه ردا جميلة ويجعله من الصالحين ويعطي الله رزقا وفيرا ويعود الله خير مضى عليه ويحفظ بقية الأبناء ويعطيهم النجاح الفلاح الصلاح ويقربهم العيون يارب يحفظ ولدتك وولدت جميع المسلمين والمسلمات يارب يحفظ ولدتنا وولدت الجميع بجاهة النبي الشافية قلوا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله